سلام عليكم صديق البقس تخال انك قاعد على الشطر وامام البحر يمر بقع متجول بشرط وفانيلا وكاب ويقول فريسكا وتسمع صوت الامواج مع مشاهد الاصفال باللباس الداخلي وانا يا صديق البقس بتسأل نفسك هوانا وروحت المارينة او الجونة هل هلاقي الاطفال لابسين ميوهات ولا برضو بالملابس الداخلية لكن المهم هل الموج برضو عالي ولا في موج جوه البحر تقصد في اعماق البحر وانت قاعد على البحر بتشوف الشيء الوحيد اللي بتحرك هو سطح البحر او السيرفس لكن الحقيقة للموضوع اكبر من كده بكتير قوة كتير جدا بتأثر في الموج وحرجة البحر زي درجات الحرارة الريح موقع الشمس موقع الامر من الارض اعفل سافس كرايف لا سامح الامواج السطحية اللي هي على سطح البحر بتددوا بتقل بالتناسب مع اربع قوة الاشعاع الشمسي الجاذبية الارضية دوران الارض والرياح وده اللي حيخلي موجة عن التانية تختلف في حاجات كتيرة زي شدتها وكثفتها وعرض الموجة وارتفاعها بل ونوعها كمان ايه ده هو الموج لانواعها؟ امان في الحديثة 10 والخمس دقائق صباحا وبالتحديد في 10 فبراير 2016 قامت مؤسسة ناسا الحكومية الامريكية بنشر صور من الساتيلايت او الاقمار الصناعية لامواج تحدث في المحيط الهندي وبالتحديد على ساحل وسترن استراليا لكن الغريب ان الامواج دي لم تكن فقط على سطح البحر ولكن ايضا في قلب المحيط وعلى اعماق كبيرة جدا انت عملت سابسكرايب بأمانة وهو ده الموضوع اللي يهمنا الانترنل ويفز او الامواج الداخلية البشرية لم تكن تعرف بوجود الامواج الداخلية حد ما اخترعنا الساتيلايت او الاقمار الصناعية وقدرنا نرائب كوكب الارض من الخارج عمق الامواج الداخلية قد يصل الى مئات الامتار تحت سطح البحر وطلها يتراوح من عشرات وحتى مئات الكيلو مترات موقع ناسا بيقول الامواج اللي انت بتشوفها على سطح البحر هي عبارة عن نتيجة لامواج عميقة جدا لكنها بطيئة وقوية بتتحرق على عمق عشرات لمئات الامتار تحت سطح البحر ولان المحيط عبارة عن ليرز او طبقات هتلاقي ان الديب ووتر المية العميقة بتكون سقعة وكثفتها عالية وملحة في حين ان الشالو ووتر او المية اللي على السطح اكثر دفئن حرارتها اعلى واخف وجديدة او فراش وعشان كده كل طبقة من طبقات المية بتعمل كأنها طبقة منفاصلة بكثفتها بدرجة حرارتها وبامواجها استخدام الساتيلايت في اخر مئة سنة الصور قدرنا نشوفها الكوكب الارض غيرت تاريخ المشاريع وقدرنا نكتشف ان في امواج في قلب المحيط لكن سبحانك يا ربي من 1400 سنة قال عز وجل في سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم وهنا تكون النهاية ولكن تذكر ما النهاية الا بداية جديدة وميض من وقرع الباب يوشك يفتح له سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام عليكم